موسيقى 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 صدرت عام 2010 مين مننا ما يعرف سلسلة فول اوت وكمية الحرية اللي تعطيها اللاعب وعلمها المميز وكمية قلتشات اللي فيها لكن بالرغم القلتشات والمشاكل دائما السلسلة تحصل على العجاب النقاد واللاعبين بسبب الحرية والكثير يشوف هذا الجزء أفضل زاء السلسلة لأن فول اوت فيها أنواع كثيرة من الشخصيات رجعوا نظام السمعة اللي كان موجود بجزء ثاني بس أكيد بشكل أفضل ولكل فصيلة من الشخصيات لها سمعتها الخاصة عندك وراح تأثر على القرارات وكيف شخصيات تتعامل معك نظام السمعة لها أكثر من مرحلة تقدر تكون طيب والكل يتعاون معاك أو شرير وسمعتك بالأرض ومكروه من الكل واخل لعبة معنا هي لعبة Red Dead Redemption 2 من تطوير شركة روكستار واحدة من أفضل ألعاب السنة وقدمت نقلة كبيرة في صناعة ألعاب العالم المفتوح سواء من ناحة القصة أو الشخصية وتطورها مع الأحداث وغيرها وصح إن النهاية ممكن ما تتأثر لو كنت طيب أو شرير بحكم ارتباطها بالقصة وما هي على الأفعال لكن هذا ما يمنعنا ما نذكر أن تطبيق نظام الشرف في اللعبة كان ممتاز وواضح جداً خلال لعبك عكس باقي الألعاب طبعاً في مستويات للشرف كل ما زاد أنت مستفيد وإذا نقص راح تلاحظت تغييرات كثيرة سواء من جماعتك في المخيم أو من شخصيات العالم ولأحوال تكون طيب وساعدت الناس راح تحصل خصومات في المحلات وبعضهم أيضاً راح يعطيك هدايا وطبعاً راح تفرق معاملة الناس لك ولو اخترت نقص الشرير راح تكون منبوذ وبتلاقي الكثير يحاول يقتلك ولو متدخل إلى مكان بتشوف الناس تهرب من الخو طبعاً حسب مستويات الشرف اللي وصلت له وهذه كانت ألعاب الخمسة اللي جبنا لكم إياها قعطونا رأيكم بالحلقة وأيضاً إذا تعرفون ألعاب ثانية تقدص فيها طيب ولا شرير اذكروا تحت بالكومنتات واحتمال سونا جزءاً للحلقة نحطها فيه ونذكر رأسكم فيه يعطيكم عفوة المتابعة كما معكم فادي الشيحة مع السلام